لكن خلينا روح لزمالتنا يا كابتن نروح نشموك كمان يصل الأسرار مع مريم مريم زكا مريم سهل الخير عليك يا كابتن أسلام برحب بك طبعا يا كابتن أيمان برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان مبسوطة وسعيدة جدا أن أنا معاكم في قولة حلقات الأهلي في المونديال يعني سعيدني أكتر أنها هكون معاكم على مدار حلقات الأهلي في المونديال إن شاء الله إن شاء الله سعادة جدا طبعا بوجود مريم معنا ومريم من الوجوه الشابة الحقيقة يا كابتن أيمان اللي بقى كل يوم هنجيب حد كده برضو علشان يعني مريم النهاردة بكرة فلانا بقعدوا علنا عشان تبقى الأمور حلوة يعني هتطلعوا نجوم بردو طبعا ونجوم أساسا أي حد بيطلع على شاشة طبعات الأهلي دايما بيبقى نجوم عندك إيه النهاردة عشان تقولي الجمهور الأهلي يا مريم الحقيقة يا كابتن إسلام بس خلينا أقولك في البداية زي ما أنت قلت في البداية أن زي ما الأهلي في المنزيال هو برنامج مختلف فقرتنا الإخبارية أيضا هكون فقرة إخبارية مختلفة ودسمة مليئة بكل الأخبار سواء مشوار الأهلي في المنزيال كمان الصفقات والإصابات والأعراض الخاصة بالنادي الأهلي وأيضا هنتطرق لعنوين الصحف العالمية اللي بتتكلم عن مشوار الأهلي في المنزيال يلا بينا خلينا الأول نبدأ أخبارنا والنهاردة طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وجه الشكر والتحية لبلدنا التاني الإمارات علشان الاهتمام وحفاوة الاستقبال لبعثة الأهلي اللي وصلت الإمارات مبارح علشان تشارك في كأس العالم للأندية وطبعا قال إن ده مش جديد على الإخوة في الإمارات اللي بتربطنا بيهم علاقات تاريخية كمان الكابتن الخطيب بتكلم على أن تنظيم الإمارات بطولات عالمية منها كأس العالم للأندية بيكشف نجاحها المستمر في كل المجالات خاصة أرياضية الكابتن محمود الخطيب كمان اتكلم عن مشاركة الأهلي للمرة السبعة في المنديال وقال إنه يعني جات وسط ظروف صعبة جدا بيمر بيها الفريق لكن أي لاعب بيلبس فنلة الأهلي بيفضل كل جهده بغض النظر عن أي ظروف هدفه دايما الفوز وهي مسؤولية كبيرة جدا على كل من ينتمي للأهلي كمان الكابتن الخطيب أكد كلامه اللي قاله قبل كده بخصوص تضارب موعيد كأس العالم للأندية مع كأس الأمم الأفريقية طبعا وقال إن مصلحة مصر أولا فوق أي اعتبار خاصة وإن مساهمة بعض اللاعبين من الأهلي في رفع اسم مصر عالي والفوز باللقب الإفريقي مع المنتخب ده شيء بيسعد كل أهلاوي وقال كمان إن الأهلي سلك كل الطرق القانونية مع فيفا والكاف والاتحاد المصري ورئيس الاتحاد المصري وقتها قال الأهلي هيلعب بكامل نجوم في المنديال والمنتخب سيلعب بكامل نجوم في الأمم الأفريقية في النهاية ده ما حصلش وهيفضل الأهلي الدعم الأول لكل المنتخبات المصرية في مختلف الألعاب قبل بس ما تتروحي على الخبر الثاني أنا عايز أقول لك حاجة كابتن أيمان ليس كل ما يعرف يقال ده عارف في حاجة كتير كلمة دي والجملة دي مريم سمعناها والحقيقة يعني قديرا بنشوف نتائجها يعني إحنا خلال من شهر وشهر ونص تقريبا طلع علينا الأستاذ أحمد مجاهد الذي كان رئيسا للجنة الثلاثية التي تديري الاتحاد المصري في ذلك الوقت وقال لك إيه ليس كل ما يعرف يقال كلنا توسرنا خير بس في مجموعة كبيرة صدقته ليه؟ عشان كالنفسنا نصدقه يعني كالنفسنا بس إحنا مجوانة كنا حاسين أن ده مصدق آه آه كنا عارفين أن ده مش صدق ولكن كان هناك أمل ولو بسيط أن تكون أو أن يتم تأجيل البطولة لأربع خمس تيام بطولة كاس العالم لأربع خمس تيام لأن الحقيقة إحنا كمصريين ودي قالها كابت الخطيب يا مريم كابتن أيمن قالها خمس ست سبع مرات خلال الفترة السابقة عشان الناس اللي بتزايد بس في هذا الكلام قال إيه؟ قال لك مصلحة مصر أولا فبالتالي مفيش مصري مفيش مصري أهلاوي زملكاوي التحداوي سمع أي حاجة مش هيحب أن المنتخب مصري يصل إلى الدول النهاية ويفوز بها دي البطولة وبالتالي كابتن محمود كان كابتن محمود الخطيب طبعا كان واضح وصريح في هذا الأمر من أول يوم قال لك مصرحة بلدي أولا النهاردة كان في البيان اللي كانت مريم بتقوله دلوقتي يا كابتن أيمن كان في هذا الكلام ولكن في النهاية بحية أنا استغربت جدا والجملة دي أنا حتى كنت بتكلم عنها مبرح أو من يومين في البدد كبير قلت إيه؟ يعني ما أنا حعطها جنب الهناك حعطها والله من كتر ما أنا يعني بجد مش فاهم لماذا كابتن أحمد مجاهد رجل محترم وكل حاجة ولكن هو قال الكلمة دي ليه؟ بس هو عارف ليه اللي ناس سدقته لأنه كان في فترة دي هو رئيس اتحاد الكورة هو مسؤول كبير ما يقدرش يطلع حاجة غير لما هو يكون متأكد منه فاحنا اتخدعنا في التصريح ده المفروض صحيح أبوما معلش يا مريم خدنا منك يعني بما أننا يعني عايزين نتكلم في كورة نعم مضبوط طبعا الكلام ولكن طبعا دايما الأهلي بما نحضره إن شاء الله نحقق نتائك ويسا في كأس العالم الأندية يا رب إن شاء الله لسه أخبرنا مستمرة لللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم الأندية في الإمارات عملت النهاردة محضرة تسقي في عن لوائح والقوانين وتعليمات التحكيم في البطولة مع اللعبين والجهاز الفني والإداري للأهلي علشان لعيبة تتطلع على المستجدات واللوائح الجديدة في البطولة محضرة كان فيها شرح التعديلات الجديدة في التحكيم وكل شيء خاص بتقنية حكم الفيديو والتعامل يكون إزاي مع حالات ارتجاج المخ والتبديلات الإضافية وكمان المطشاط اللي فيها أشواط إضافية أو ركلات ترجيح مباشرة لسه طبعا مع أخبار الأهلي في المنذيال ومحمد مجدي أفشا لعب الأهلي قال أنه سعيد بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التانية لأنها بطولة كبيرة رغم أن الفريق بيدخلها في ظروف مختلفة عن البطولة اللي فاتت في الضوحة وفي مسؤوليات كبيرة جدا على اللعبين للتعامل مع ظروف دي وتعويض الغيابات الموجودة أفشا كمان قال أن دوافع اللعبين كبيرة في المنذيال لأنها بطولة كبيرة والجماهير بتستناها بفرغ الصبر وده يخلينا هنقاتل علشان نسعد الجماهير أفشا كمان اتكلم عن منتخب مصر وتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وكل اللعبين وبطولة كأس الأمم الإفريقية وبيتمنى المنتخب أنه هو يحسم اللقب ويفوز به ويسعد كل المصريين حقيقة أن لسه تصريحاتنا كمان يعني مستمرة للعاب النادي الأهلي بيكون في حالة الجمهور دايما بيستنى عايزين يعرفوا لعاب الأهلي عندهم إيه أو إزاي هيكونوا مطمنونهم في البطولة وعشان كده تصريحات لعاب الأهلي مستمرة معنا في فقرتنا الإخبارية طبعا محمد هاني كمان تكلم عن التواجد في مونديال الأندية وقال أن الفريق جاهز للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية رغم الظروف الصعبة لكن أي لاعب لابس فنلة الفريق بيكون قد المسئولية لأن في الأهلي مفيش لاعب أساسي أو احتياطي ومصلحة الفريق فوق كل اعتبار قال كمان محمد هاني بشكل شخصي أعتبر لبسي شارط قيادة الأهلي في مطشاط كأس ربطة شرف كبير لي وحلم من أحلامي وأنا صغير واجه هاني رسالة لجمهور الأهلي بيطالبهم بالاستمرار في دعم الفريق وأنهم يكونوا في ظهره دايما خاصة أن ما فيش لعيب هيبخل بنقطة عرق لسه كمان مع أخبار نجوم الأهلي علي معلول انتظم في معسكر الأهلي بالإمارات مبارح بعدما رجع من تونس واللي خضع ودع أمم أفريقيا طبعا منتخب تونس بعدما ودع أمم أفريقيا الحقيقة أن معلول هينضم للمعسكر مرة أخرى والحقيقة أنه خضع لمسحة طبية وكانت سلبية من مجرد وصوله للمطار وده بيخليه ينتظم في المعسكر وده كمان إجراء احترازي متابعة من الجميع طب هل في مريم أخبار عن أليو ديانج؟ أليو ديانجي الحقيقة أنه هو يعني لسه جميع المشاركين الدوليين بيخضعوا لمسحات طبية ولكن معلول كان هو أقرب مسحة موجودة وهو اللي تأكدنا من سلامته عشان كده هو هينتظم في المعسكر خلال الفترة القصيرة المقبلة هو موجود في المعسكر نحن سافر معاهم وحيكون إن شاء الله متواجد في التدريبات خلال هم لو نزلوا تدريبات النهار تعرف أنه الآن التمرين بيبقى على خفيف خلص بعد السفرية على رغم أنه ليس سفرية طويلة ولا حاجة لكن التمرين بيبقى تمرين خفيفة كلهم كانوا متواجدين النهاردة في الجم أليو ديانج وكل اللاعبين وأعتقد علي كمان لحق جزء من التمرين لأنه في النهاية خلاص بقى عايزين ننسى أو منتخب تونس يعني لا صحيح طبعا نتكلم عن الجاهزية يعني الجاهزية هو لو تاخد بالك برضو قالي ومالعبش غير عشر داي ربع ساعة في أحد المباريات وبالتالي أعتقد أنه هو يعني مش عارف دي تقولها إزاي نقولها إزاي أنه هو يعني هل هو جاهز أوي ولا لسه بدنيا عشان بقاله كتير بعيد عن المباريات هنشوف ده هيحصل ولا مش هيحصل خلال الفترة اللي جاية فضالي مالي خلينا كمل تصريحاتنا بالضبط كده تصريحات لعبي الأهلي زي ما احنا قلنا يعني يا كابتن إسلام بتبقى مهمة جدا بالنسبة لجمهور الأهلي بيبقى مستني منهم أن هم يطمنوهم على جهزيتهم لمشاركة في كأس العامل الأندية حسين الشحات لعبي الأهلي قال أن الفريق هدف وتحقيق إنجاز كبير في المشاركة السبعة في بطولة كأس العامل الأندية خاصة إنها بطولة كبيرة فيها سبع عندي بيمثلوا قرات العالم وأوضح إنه على المستوى الشخصي عاوز يظهر بشكل كويس في مشاركته التالتة بالبطولة والتانية ليه مع الأهلي خاصة إن البطولة صعبة جدا وقال إن الأهلي هدفوا اللعب على الفوز بالبطولة أو عمل إنجاز كبير بعد ما خد الميدالية البرونزية مرتين أخرها السنة اللي فاتت الشحات كمان قال إن جمهور الأهلي في الأمارات هيكون ليه دور كبير جدا في مسندة الفريق في مطشاط المونديال والعيبة عاوزين يفرحوا جمهور الأهلي في كل مكان سواء في الأمارات أو في مصر وفي كل العالم مصطفى شبير ومحمد مغربي هينضموا لهم معسكر الأهلي النهاردة بعد ما عملوا مسحة طبية تالتة في مصر الاطمئنان عليهم ونتجتها طلعت سلبية الحمد لله وده طبعا بيطمموا لهم الجمهور الأهلي في كل مكان هم لسه داخلين حالا القتيل حالا والله مش بهذهب حالا بعد التدريب نعم بعد التدريب هم لسه وصلين دلوقتي ونضموا بالفعل إلى حينضموا للتدريبات خلال بقى الأيام القادمة البداية تم من بكرا إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله لسه كمان مع أخبار الأهلي وعشان نتطمن على أكرم توفيق اللي بيخضع النهاردة لبرنامج علاج طبيعي في النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف الدكتور كريستين فانك اللي عمله الجراحة دكتور أحمد أبو عبلة قال إنه بيتابع حالة اللاعب بشكل مستمر لحد ما يتحدد للبرنامج العلاجي والطبي بعد عودته إلى القاهرة قال كمان إن أكرم هيبدأ مراحل تأهيل بشكل تدريجي في جدول زمني محدد بداية من عودته للقاهرة بعد انتهاء أسبوع العلاج الطبيعي كمان من أخبار الأهلي لازم كمان نتابع الفرق المشاركة في البطولة ومع فريق مونتيري وبالتحديد أديسون جواتي ريز الظهير الأيمن لمونتيري قال إنه بيرغب بشدة في انطلاق منافسات كأس العالم لأندية كرة القدم المقرر انطلاقها في العاصمة الإماراتية أبوظبيا الخميس المقبل عندما يلتقي الأهلي على ستاد النهيان وأكد جواتي ريز في تصريحات له نشعر بأننا بحالة جيدة ولدينا الحافظ القوي لتقديم أداء رائع وهدفنا تحقيق حلمنا بالفوز بالبطولة وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الحلم دي كانت كل أخبارنا النهاردة في فقرتنا الإخبارية في الأهلي في المونديال يعني نرجو أن نقدمنا وجبة دسمة في هذه الفقرة طبعا بشكرك جدا يا كابتن إسلام بشكرك جدا يا كابتن أيمن مبسوطة جدا كنت معاكم ومع كل جمهور النادي الأهلي في أولى حلقات برنامجنا المختلف جدا الأهلي في المونديال